شرك لبنان في افتتاح معرض فروت لوجست 23 في العاصمة الألمانية برلين عبر وفد يضم اتحاد غرف الصناعة والتجارة والشركات الزراعية المنتجة سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب المدير العام لوزارة الزراعة الويس لحود المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي وطاقم السفاة اللبنانية وخلال الافتتاح أشاد أبو حيدر بنوعية وجودة ومواصفات المنتجات اللبنانية الزراعية في أدنى شك اليوم وجود 130 دولة بهذا المعرض مايد عن الألفين عارض خضور لبناني بيأكد من جديد أنه برينت صنع لبنان بيشكل واحد من أعمدة الصناعات الغذائية بصادراتنا أولاً عم بيأكد على بقته للمواصفات والمعايير الدولية وبالتالي وجوده بواحد من أهم الدول الأوروبية اليوم عم بيشكلنا باركة أمل أنه لازال اليوم هالمنتج اللبناني وهالصناعات المحلية في لبنان بعدها ملتزمة بكل المعايير والمواصفات الدولية من جهة تانية بيأكد من جديد أنه حان الوقت اليوم دعم الكطاع الزراعي والكطاع الصناعي اللي بيشكله اليوم أعمدة الاقتصاد المنتج بخلال هيد الفترة الصعبة بدوره أشاد السفير أديب المشاركة اللبنانية في المعرض أنا بدي أوجه تحيي ورحب بكل العارضين اللبناني المشاركين اليوم وعن الوزارات وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد وغرف التجارة اليوم موجود معنا سعادة مدير عام وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد رئيس غرفة طرابلس هذا الأمر مرة أخرى أهمية مشاركة لبنان بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي عم اجتازها في هذه المرحلة الاقتصادية والمالية الصعبة وشدد الأحود من جهته على تعاون وزارة الزراعة والاقتصاد والتجارة لتصويق المنتوجات الزراعية اليوم حضور عم يكون مميز بالمنتجين اللبنانية احترام النمية والنصفات وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الخارجية وسفراتنا تعاون أن نصاوي منتج اللبناني النباتي والحيواني وصيني عmittelي زي منتج موني ومطبخ لبناني كلما نصاوي منتج كذلك شدد دابوسي على تعاون غرف الصناعة والزراعة والتجارة مع وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة في سبيل تسويق المنتجات اللبنانية في لبنان والخارج